موسيقى مثل الخير لو سألت سؤال هلأ انه انت كيف بتعمل تنظيف للبشرة على الفوتوشوبر طبعا تسعين بالمئة من الأجوب اللي حتكون انه مناخد الهيلينج براش تول ومنشيل التشوهات بالوش او الحبوب او اي شيء تاني وبعدين اغلب الشي اللي بشوفه انه بياخدوا بعدين البلور تول وبصيروا بيعملوا بلورينج وبتصير الصورة بطريقة تماما مانا بروفيشنال او بافضل الحالات اذا حدا بيعرف بالفيلترز بيروح على بلور وبيروح بعدين على السيرفس بلور او السمارت بلور ولحنلاحظ انه بيعمل تعديل للصورة بهاي الطريقة اوكي ولكن هذا الموضوع اكيد مو هي الطريقة الانسب لحأرجع انا هذا الفايل لبدايته لحنشوف انه الصورة من اصلها حلوة ولكن اكيد فيه تشوهات كتير بالصورة ولازم نشتغل عليها طيب اذا ما هي الطريقة الصحيحة اللي نحن فعلا بنشتغل فيها تنظيف للبشرة على الفوتوشوب اول شغلة لازم نعرفها انه نحن النقطة الاساسية ما لازم ننسها اللي هي انه ما نخسر معالم الوش هذا الشي اذا بتعرفوه انا على طول بقوله بالدروس لذلك لحن نستخدم تقنية جديدة بالفوتوشوب يسموه Frequency Separation اللي هي اني لحن افصل التكستشور تبع الوش واعطي طبقتين طبقة رح بشتغل فيها على التشوهات وطبقة رح بشتغل فيها على التكستشور خلينا نشوف كيف لحن نعمل هذا الشي وبتمنى انه تشتغلوا معي بنفس الوقت على الفوتوشوب لحن نفتح الفوتوشوب اوكي اول شغلة لحن نعملها انه لحن نفك اللاير اذا كبستين فكنا اللاير طبعا بهاد الدرس عم بعتبر انه الاشخاص اللي عم يشاهدوا ما عندهم اي فكرة عن الفوتوشوب هن نزلوا الفوتوشوب هلا بهاي اللحظة اوكي اذا نحن فتحنا الفوتوشوب كبستنا كبستين على اللاير ياللي ما طلعت عنده هون اللايرز بروح على ويندو لايرز هون اوكي اذا كبستنا كبستين بعدين لحن ناخد هاي اللاير نحمله بهي الطريقة ونروح على النيو لاير كمان مرة تانية ولحن نعملها هيك لحن نكبستين على الكلمة ونكتب هون تكستر وهون لحن نكتب فاس وهي لحن نكتب عليها اوكي طيب شو لحصير التكستر اللي فوتو لحن نعملها اخفاء بهي الطريقة اما هاي الفاس لحن نروح على فلتر بلور جوجن بلور بهاي الطريقة اوكي لحن نحاول هون اني طبعا انا الجوجن بلور فيني اوصل فيها لمرحلة بهي الطريقة اللي بيحب يعمل خلفيات هاي احدى الطرق لحتى انت تقدر تعمل خلفية او فيني رجع الصورة لوضع الاساسي نحن بدنا نوصل لمرحلة بالصورة بحيث انه اغلب التشوهات تختفي خلينا نقول اغلب فتحات المسامات بالوجه انه تختفي لحتى نشوف بهي الطريقة لحن ارفع شوي كمان هيك كتير ممتاز لحن اقول له اوكي طيب هاي اللاير لحن اظهرها هالمرة ولحن اروح على اميج ابلاي اميج اوكي بها الطريقة لحنلاحظ صار عندي تشوه ليش؟ لانه انا لازم روح على اللاير هون بدي يقل له انه طبق لي هاي اللاير على لاير الفاس لازالك لحن اكبس هون واختار فاس تمام؟ لحنلاحظ انه دمج الصورتين بهي الطريقة طبعا يشتغلو بقى كمان بدمج الصور هاي احدى طرق دمج الصور نعمل لحن لاير على لاير تاني طيب لاحظ هلا انا ما شفت التحسين لازم روح كمان لهون على بليندينج وقل له سبستراكت تمام؟ بهاي الطريقة لحنلاحظ انه اللي صار انه اللاير تبع التكستر اخذت كل المعلومات اللاير تبع الفاس وطرحتها معلومات تقنية ما بتهمكن ابدا بيبقى شغلة تانية اللي هي انه اللي حوسع الاسكال لتنين ووسع الافست لمية وثمانا وعشرين اذا لحن نعمل اوكي هلا لحن اجمع هذول اتنين لاير وحن اخذهم بهاي الطريقة وحطهم بهذا الفولدر اوكي هلا شو اللي صار اذا بحت انا على الطبع تبع التكستر ورحت هون بدل نورمل اذا بدل نورمل لحن اخذ هون لينير لايت وبعمل اخفاء للجروب لحلاحظ انه النتيجة اللي صارت من جروب هي نفس الوريجينال اذا وكأنني ما عملت شيء شو اللي صار هون يصار انه الطبقة تبع الفيس عم تعطيني الوجه من دون المسامات خلينا نقول المسامات لانه ما عم بقدر ترجم كلمة تكستر وطبقة التكستر عم ترجع ضيف المسامات شو استفدنا من هاي الناحية برجع بقالكم كل شيء اشتغلنا لحد هاي اللحظة هي معلومات قادرين نحن نحفظها حفظ ما في داعي لأي نوع من الابداع مثل ما اتفقنا عملنا الفيس عملنا على بلور والتيكستر عملنا على لينير لايت وعملنا على اميج هلأ لحروح على الطبقة تبع الفيس لحاخذ اللازو تول اللي موجودة هون اداة التحديد اوكي هلأ اذا انا بعمل تحديد هون وبكبس كيو مثلا لحنا نلاحظ انه التحديد كتير حد اوكي تحديد كتير حد لحرجع بقس كيو مرة تانية لحاخذ هون الفيذر لنقول 15 لحدد هيك وعمل كيو كمان كبست على كيو على الكيبورد لحنا نلاحظ انه التحديد صار شوي مندمج ولكن انا بدي دمج اكتر من هيك لازالك لحاخذ 25 كمان لحبا اعمل تحديد كيو لحنا نلاحظ انه كتير ممتاز صار في عندي دمج بين التحديد وبين الاجزاء الغير محددة شو بنعمل هلأ لحنا نروح على الفيس ونبلش من اي نقطة بدناها لنفترض انه هون مثلا لما يكون عندي خلاف الوان بعدين منروح على فلتر بلور جوجن بلور تمام؟ ومنعلي شوي لبلور لنقول 25 اوكي بعدين كنترول د او كماند د على الماكنتوش برجع بحدد مكان تاني هالمرة ما في داعي انه نروح على بلور جوجن بلور لحنا نلاحظ انه في عندي هون الاختصار كماند اف او كنترول اف بعمل بهذه الطريقة برجع بحدد منطقة تانية وبشتغل على كامل الوجه بنفس الاسلوب طبعا في مناطق اللي ها اضطر اني انا عدل نسبة البلور اللي عم مطبقة لذلك بروح على فلتر بلور جوجن بلور مرة تانية او منحفظ الاختصار كماند االت اف او كنترول االت اف لحتلاحظ انه طلعت عندي بهذه الطريقة ممكن خفف او زود اذا ملاحظين كيف عني طلع عندي تجوح احيانا لذلك بدي حاول اختار النسبة المعتدلة من البلور لحتى اذا ملاحظين هون سأرجع لحنلاحظين هون لسه عندي فروقات بين اللونين ولكن اذا بوسع شوي البلور لحنلاحظ انه صار عندي دمج او كي لحنبلش اشتغل هلأ بسرعة شوي كما ترون هلأ اذا اعمل انا قبل وبعد لاحظوا الفرق بين الصورتين اهم ما في الموضوع انه نحن اذا منتعمق شوي بالصورة لحنلاحظ انه لسه موجود طبعا انا وعما اشتغل كنت عم حاول شوي او خلينا نقول اعطي بلور زيادة لحتى يبين معكم التعديد يلي صار لو انا عم بشتغل على صورة لمجلة او بزنس بس اكيد لحكون عم بختار اماكن اقل وعم بختار بلور اضعف من هيك لحتى ما يصير عندي مثل هاي المنطقة مثل مو شايفين هون عندي تشوف تقريبا بس اذا متل ما بتشوفوا قبل وبعد لاحظوا هاي المنطقة هون او تحديدا هاي المنطقة هون لاحظوا فروقات اللون كيف اختفت كتير مهم هذا الموضوع الميزة بالموضوع انه انا حافظت على التكستور لذلك انا لو بدي اذا بعمل هلأ اخفاء لطوقة الفيس اللي حنلاحظ انه التكستور موجود عندي بها الطريقة واذا اخفيت الوريجنال هذا هو التكستور هذا هو تباين البشرة اللي موجود عندي يلي بقدر انا حاليا اشتغل عليه مثل مو شايفين هون عندي هاي المنطقة فيها تباين لذلك اما بشتغل بالهيلينج براش او بقدر اخذ الستامب تول هون مثل مو شايفين بقدر اخذ من مناطق ثانية ولكن برجع بلكن نتأكد انه مختارين نحن نختار هيك ومنعمل دمج تمام مثل مو شايفين لاحظوا اني انا عم اقدر اشتغل بس بالتكستور وما عم يأسر على اللون خلينا فرضا لحتى تورجيكم انا اخذ سامبل من هون وعمت لبي هاي الطريقة لاحظوا انه الفوتوشوب اخذ البصمة تبع الحاجب وما اخذ اللون وهذا موضوع كتير مهم ونحنا عم نشتغل تمام؟ بتصور انتهى الدرس لهذا اليوم برجع بقالكم حاولوا انتم عم تشتغلوا انه ما تستخدموا بلور قوي كتير لحتى ما يكون عندي مناطق كتير مدموجة اوكي اذا عندكم اي سؤال عن الموضوع بعتوالي اياهن واذا في اي افكار لدروس تانية اكيد بعتوالي اياهن لحتى سجل باي باي